الفيلا دي في كومباوند ذا برينسيز خلف نادي ودي ديجلة بعد من مصر مباشرة مساحة الأرض 440 متر المباني 135 متر والروف 40 متر الفيلا تتكون من أرضي وأول وروف الأرضي عبارة عن سيبشن كبير أربع قطع مطبخ مجهز على أعلى مستوى وحمام ديوف وغرفة تغزين أولا بتخش من باب الشقة على يمينك فيه الحمام بعدين السلم اللي بيودي على الدور الأول والدور الثاني والروف والمبخ على شمالك وقدامنا صالة أربع قطع بتطل على حديقة كبيرة تصلح لعمل حمام سباحة فيها طول النهار الشمس مطلع على الصالة وعلى الفيلا كلها ومساء الإضاءة الليلية جميلة جدا للفيلا المبخ ده طحفة فنية بمعنى الكلمة من أفضل ما يميز به هذا المكان مبخ معمول على أعلى مستوى من التصميم الداخلي فيه أماكن تغزين كتيرة جدا المبخ يعتبر كامل وجاهز متشطب على أعلى مستوى ودي ميزة جميلة جدا في الفيلا إن إن شاء الله اللي هيشتري الفيلا ويسكن فيها هيجي على طول يحط الفرش والعفش وهيسكن مباشرة مش محتاج وقت لتشتيب مبخ أو حمامات أو تشتيب شيء آخر إلا بعض الزيادات اللي هو حابب يعملها أو حاجات بسيطة مش هتاحوا منه وقت كبير وحدات المبخ جميلة جدا بأشكال ومساحات موزعة على المبخ كله ده غير إن فيه بوتاجاز بيلت إن مدمج داخل الرخامة جميل جدا مرفق بمتخانة وشفات فوق البوتاجاز بيشفت البخار والدخان اللي طالع من الطبيق على الخارج مباشرة وكده نبقى خلصنا المطبخ بكل مميزاته وتفاصيله نطلع بقى على الدور الأول ونشوف الدور الأول بتكون من تلاتة غرف نوم منهم غرفة مصدر بحمام خاص ودي حمام بيختم الخرفتين الأخرتين وصالة قتايتين أرضيات بركية ومساحة كبيرة حلوة للصالة محكمة بشبابيك المتال مانعة للضوضاء والأطربة وبالاكونا بتبص على مفتوح مش مجروح اللي بتطل على الوجهة الخلفية للفيلا بتقدر تشوف مفتوح للسماء وبنخش الأول غرفة دي الغرفة المسطر فيها حمام خاص ولو أسرة عندها أطفال أولاد وبنات الغرفة دي هتبقى مناسبة جدا للبنت عشان فيها حمام خاص يعتبر مستقلة بنفسها في القضة بتاعتها وبعد كده نطلع نشوف الغرفتين التانيين في الأول حمام بيغدم الخرفتين الحمام ده فيه جاجوزي وسخان شمسي موجود في السطح يعني ده بينزل مية سخنة باشرة السخان الشمسي ده مستو ان هو بيوفر في الكهرباء وده لان طول فترة النهار بينزل مية سخنة بدون استهلاك اي كهرباء وفترة المساء بيستهلك حاجة بسيطة جدا وقت الاحتياج. دي تاني غرفة معانا بتطلع الوجهة الرئاسية للفيلا ومساحتها حلوة تكفي سرير او اتنين جنب بعض. الغرفة التالتة نفس الكلام. مساحتها اكبر شوية تعتبر اكبر غرفة في الدور ده. تكفي سريرين كبار. وبتطل برضو على الوجهة الامامية للفيلا. بفيو رائع وهادي جدا جميل مدمج بالطبيعة والخضرة والاشجار. وتبقي في الكمباون ده عدد قليل من الفيلا المعروضين للبيع. في حاجة جميلة بتميز الفيلا دي ان فيها تكيف مركزي بيغز الفيلا بالكامل. زائد ان كل غرفة فيها تكيف خاص بيها. اللي بيميزها برضو ان السلالم وارضيات كلها معمولة بالرخام. كده احنا طالعين للدور التاني واللي فيه غرفة وروف. الغرفة دي كبيرة جدا فيها حمام خاص وبلكونة برضو بتطل على نفس الفيول الخلفي. الغرفة دي جميلة جدا مساحتها واسعة وحلوة مؤهلة ان هي ممكن تبقى جم او تحط فيها اجهزة رياضة. الفيول خلفي للفيلا جميل جدا. وكده نبقى شوفنا الغرفة كلها ناقص بس الحمام. حمام برضو كامل فيه كل حاجة. الجميل ان الدور ده ممكن يتقفل ومسموح لبناء روف فوقي. يعني بدل ما الدور ده عبارة عن غرفة زي دي كده وجنبها الروف جزء من الدور. لا ممكن نقفل الدور ده كامل نخليه غرفة كبيرة او غرفتين. ونعمل فوقيهم روف خاص. ننزل مع بعض نشوف الحديقة الخلفية اللي ممكن نعمل فيها حمام سباحة كبير. او نسيبها نزرعها زي ما هي كده. في مساحة كافية لركن سيارتين داخل الفيلا. ومساحة اخرى خارج الفيلا لركن سيارتين اخرتين. يا رب تكون الفيلا عجبتكم. وكده اللي بتفرجنا على الفيلا كلها وان شاء الله المعاينات يوميا بس نحدد قبلها بيوم.